مرحباً جميعاً. مرحباً في القناة. اليوم هو الفيديو عن كيف تحقيق بإمكانك التحقيق لـ HMI بإستخدام ProSafe version 18. أولاً يجب علينا التحقيق بإمكانك التحقيق بإمكانك التحقيق بإمكانك التحقيق. نستخدم إثيرنت لذلك يجب علينا التحقيق. نذهب إلى التحقيق التحقيق. تحقيق مكتب. تحقيق الـ CPGPC إنترفاس. لذلك نحن نحن نقوم بإثيرنت مباشرة. هناك الكثير من المختلفات لإثيرنت. يجب علينا التحقيق بإمكانك التحقيق. ترى؟ تحقيق إلى إثيرنت. تقوم بإمكانك التحقيق. ثم تحقيق إثيرنت. تحقيق ثم تحقيق إثيرنت. تحقيق نستخدم KTB HMI KTB 400 BASIC لذلك يجب علينا التحقيق من التحقيق من التحقيق KTB 400 BASIC ثم تحقيق ثم تحقيق ثم تحقيق HMI IP إثيرت وإنجزة كيف تحقيق أتحقيق خلفية أطلب كيف تحقيق كيف تحقيق أطلب كيف تحقيق كيف تحقيق إضافة. نضعها في السيكتوب. نضع أيضا نضع HMI على موضوع الترانسف. إذا كنت لا تعرف أيضا لديه موضوع الترانسف في موضوع الترانسف. يمكنك التراني. ثم اضافة. الآن قمت بإضافة الترانسف. يجب أن تنتظر بعض الوقت. لذلك سأقوم بإضافة إلى هذا الفيديو. الوقت. الآن تقوم بتجميع الترانسف. الآن تقوم بالقوم بالترانسف. نحن نقوم بتقريبا. إذا كنا نحتاج إلى تقريبا فقط تأخذ البقه لصبت، ب hopping، نضغط، نضع صبر individuais وضغط الابن يأتي سترى الاشتراح الاشتراح يتبع الاشتراح شكرا شكرا الآن استعمال استعمال هذا نهاية نهاية شكرا شكرا شكرا